السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا شباب عاملين ايه? كل سنة طيبين. هنشرح شبطر لطيف ودم وامر واحنا جبنا سيرته قبل كده في الباسولوجي وجبنا سيرته قبل كده في الفرما. فعايزكم تفهموا الموضوع بشكل لطيف قوي وتجمعوا معي كمان بشكل لطيف. طبعا يا جماعة مع كامل احترامي الفرما مش بالكبر لو حضراتكم متخيلينه خالص. الفرما اه فيها تفاصيل كتير لكن ينفع تتلم اه ينفع. والكبار اللي بقول الكلاء مايش هتلحق وكده كده مادة كبيرة معلش كل واحد حر في تجربته الشخصية. اه احنا زي ما قلنا انا بدأت السنة دي معاكم بعد غياب كم سنة عشان خطر نقصل الفكرة دي في دماغكوه. ان الفرما ينفع تلم اه ينفع او اظن ده واضح قوي في اللي فات. ان الفرما هتلمت عادي جدا والناس دخلنا حلينا زي الكل والدنيا جميلة. فعايز كريقين موفيقين كده. شابتر كامل هيخلص في حصة والشابتر الجاية معظمها كده برضو هتلاقوا حصة حصتين بالموضوع بسيط قوي. وهنقول كل كلمة وهنقول بزيادة بقى من عندها. نسمى اللي بقى عادي بتفهموا وجمعوا ونزلتلك الورق طبعا في ناس كتبتوا بالخط اللي قدامكو ده وفيه انا كاتبوا بخط يدي هنزل لكم الاتنين اختاروا اللي رياحكم كل اتنين مكتبين زي احد. نسمى اللي. الشابتر اسمه اوتاكويدز او بيسموها لوكال هورمونز. طبعا اسمها في الفارما اوتاكويدز. اوتاكويدز جاية من ان تركبها في عدد معين من ذرات الكربون. ولكن احنا بنحب نسميها في الفيسيولوجي لوكال هورمونز. افكركم كده باللي حكناه قبل كده ان احنا خدناهم كتير عاوية. لما يحصل لحضرتك مشكلة مثلا زي ما المطافي. لكن على ما المطافي تيجي هل هنسيب الولعة? لا. هتلاقي حد من اللي شغالين في السنتر. او حد كان ما عد جنب السنتر. شاف الولعة فدخل يتصرف. دخل يعمل زي المطافي بس هو مش مطافي. ده بالزبط معنى اوتاكويدز الحرفي. المفروض حضراتكو قولنا قبل كده ان فيه اتنين سيستم مسؤولين عن الرجيوليشن. النيرفوس والهورمونز. النيرفوس سريع وزي الفل وحكناه بالتفصيل الممل. الهورمونز فيه مشكلة ضخمة جدا. بطيء. وعلى بقى ما يطلع امر من الهايبوسالمز والامر يروح للبيتيوتري والبيتيوتري تطلع في الدم وفيلم هندي هيكون الدنيا خربت عشان كده يقول لك ربنا عز وجل بيطلع مواد اسمها اوتاكويدز او بيسموها لوكال هورمونز. طب لي يا دكتور ما اسمهاش هورمونز لانها مش طلعة من غدة. اما طلعة منين? افتكروا قصة اللي انا حكيتها من شوية. يا اما طلعين من الدامج جيتشو اتسلف من الناسيج في المكان اللي فيه المشكلة اصلا. وبالتالي بصوا بالعقل وبالمنطق برضى عشان الكلام ده مش هيتقلق. فطبيعة دول يكونوا فاتي اسد دريفاتيز. لان هو بالبالدي كده كده هصنحهم من السلمنبرين اللي مليان فات. وفي نفس الوقت هم ثولابل فبيعرفوا يختارك ويخش ويخلصوا الفلم. ما كانش ينفع يبقوا موجودين من بدري. ان لو موجودين من بدري كان هيخش في اي حتة. لأهم ما بتصنعه في وقت الدمج بس. او كانوا بيلفوا في الدم في حويصلات. فبالتالي الناس دول سواء امينو اسد او يعني سلسلة من الامينو اسد يعني في الحالتين بروتين. محطوطين في حويصلات. لان كده كده هم مش عافوا يختاركوا الحويصلات. وقت لما هيحصل الدمج او المشكلة. لهم عاملين الحويصلات دي. نعرفها ان فيه مشكلة فاتفرقها تدخل. شوفت اللاعب يا شبابنا? يبقى ام حاجة من اتنين اهو. يا ناس بيتصنعهم الدمج التشو اتسيل في بنسميهم ايكو سانايدز. برضو الاسم طبقا لعدد زرات الكربونة اللي فيهم يعني اسم كيمياء. اسمهم ايكو سانايدز. ايكو سانايدز. ايكو سانايدز. مش اس اي في منهم اللي انتو مشهورين ايه وعارفينهم هستامين وسريتونين. في منهم فازوا اكتف بطايت زي رينين. زي كاينين. كالكرين. براديكاينين. سابستانس بي. ناس كتير جدا. مش بس اللي مكتوبين. بيتسموا باسم. شوفت انا كتبك برعبا. بيتسموا باسم المصلحة اللي هيعملوها. يعني احنا خدناهم في البسولوجيا لو تفتكروا هما اللي كانوا هيعملو الخطوات بتاع الانفلاميشن. سميناهم انفلاماتر ميديات. وقت الحساسية هنسميهم الليرجيك ميديات. وقت الالم نسميهم بين بروديوسنج سابستانس. بي بي اس. بين بروديوسنج. طبعا ده مش كلام امتحان ده كلام تبقى فهم. وايس على كده كل حاجة. وقت الحرارة هما اللي بيطلعوا يبلغوا لو حد فاكر وشطور كده. يعني هما اللي بيطلعوا يشتغلوا الهايبو سالمس ويعملوا الفيفر. وهكذا بقى. فهم نفس المواد انا بسميهم على حسب القصة اللي بيعملوها. فالطبيعي والمنطقي لو سألت نفسك الناس دي اساسها فازو كونستريكتور ولا فازو دايليتور? لا فازو دايليتور. فازو دايليتور عشان يوسعوا الطريق لللي هيجي يتصرف. الا بتوع التجلد. الا الناس اللي بتساهم في التجلد. دول مش هيبقوا فازو دايليتور. مش هلاخ بقى حضرته. يبقى او سميناهم لوكال هرموز. يا اما فاتي اسد دريفاتفز يا امينو اسد دريفاتفز. حلو كده? طبعا السايتو كاينز دول وانتوا خدتوها في الهسطة. اعتقد ده سؤال بيجي التراشورت نوت يا جماعة عد. ولك عدلي مين هما السايتو كاينز بتوع المناعة. طبعا في انترليوكنز اللي بتاخد المقطع اي ال انترفيرونز تيومر نيكروزز فاكتور كولوني ستيميوليتنج فاكتور. هقولهم تاني بالروحة اهو. يبقى انترليوكنز الورقة ده هنزله لكم ان شاء الله في المكتب. انترفيرونز تيومر نيكروزز فاكتور كولوني ستيميوليتنج فاكتور. ديول بيجو انيومرات يقولك انيومرات السايتو كاينزي بتوع المناعة. حلو كده يا شبابنا? طيب. هنمسك واحد واحد فيهم بقى ونشوف بيعرف يعمل ايه فبالتالي لما جيب ادوية تشغلها او يتوقفوا الوضع هيبقى ناشي ازاي? دفعنا كده? فالموضوع عزي تسكن بقى. طبعا هيتفهم الاول بقى هيتسكن. نبدأ بالهستامين. تعرف ايه يا ابني على الهستامين من قبل كده? عشان برضو بتبقاش دخل من الصفر. اظن انتو فاكرين بيطلع من مصد سلوة بزوفل? اه انا فاكر. وجدت اسمع عنه ان هو اللي بيعمل اعراض الحساسية. فانا متوقع تسعين في المية من اللي حيتقى. حلو كده? ده عم ما نمشي واحدة واحدة. طيب. في كام ريسيبتر للهستامين يا شبابنا في اتش وان. اتش تو اتش سري. نخلص من الاتش سري. الاتش سري اوتوريسيبتر. اظن الناس بقى بيتمدأدقة في الفرما وفاهمة اوتوريسيبتر يعني بتاع تنظيم. يعني لو شاف كمية السامين طلع كتير يوقف الزيادة. خلاص كده اتفقنا? طيب. موجود في السي ناس. طيب. اتش تو اتش تو اشهر مكان في الدنيا له على البراية السلزة. يا رب بتكونوا لسه فاكرين ان دي اللي كانت بتصنع الاتش سيل. وكانت ايام الجنرال بتطلع حاجة اسمها انترينسيك فاكتور. انترينسيك فاكتور اللي كان بيساعد في انصاص فيتام بي 12 لو حد شطور فاكر. عشان كده افتكروا بقى كده. دلوقتي هتروح في بيتك زي الشطور. ادوية الحموضة هتلاقي احد اشهر ادوية الحموضة اتش تو بلوكر. اتش تو بلوكر. توقف دور الهستامين في انه يدي امر في تصنيع الاتش سيل. طبعا ازلنا عارفين السيميتيدين والرانتدين وفور راني والحاجات دي كلها اتش تو بلوكر. بتوقف تصنيع الاتش سيل اللي هو يا شباب. يبقى كده انا وانا بعالج البيبتيك اولسر. لو عايزت ايه تلف منهجك بقى وتبتدي كل اللي تدرست وتفهمه. دلوقتي 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 يخدت ان انا ممكن ادي حاجة ام وان بلوكر. لو حد شطور فاكر. ايوة. شطور كان اسمها اللي كانت على البيبتيك اولسر. او الفكرة التانية اتش تو بلوكر. طبعا في اتش تو كمان في الكارديو فاسكولر. تبقى بوزتف وبوزتف. بوزتف انوتروبك وبوزتف كورونوتروبك. دكتور ايه اللي مكتوب باللحمر ده يا دكتور. احنا اتفقنا لما اي دواء يرتبط بالريسبتور. هيدي امر. الامر ده اللي هينفزه مسينجرز او سكرتاريا زي ما بيقوله. السكرتاريا بتوع الاتش تو انه ويزود السايكليك ايمي بي. والناس اللي شطورة لو فكرة كان في دواء اسمه برازوزين. لو حد فكره كان بيزود السايكليك ايمي بي و السايكليك جيمي بي يا رب بتكونوا لسه فكريين. ولسه والفيديو بتاعها موجود على اليوتيوب برس. سايكليك ايمي بي من الحاجات اللي بتزود انقبض القلب وتزود الكالسور. وبتزود ضربات القلب. عكس السايكليك جيمي بي اللي كانت فازوفينو ديلور بس بتقلل ضربات القلب. فيبقى عشان بيزود سايكليك ايمي بي مش محتاجها ب Ort اهلي يبقى الراجل بصد فيه بصد بيزود الهارتريت وبيزود الهارتريت. بيزود انقباض القلب والهارتريت. على البريطة السيل بيزود اله سيل وديه الاشهر. دي اللي هنشتغل عليها في الادوية. دي طبيعي يقلل السايكليك ايمي بي عشان لو لاقي كمية كبيرة يقوم موقف الزيادة. يهمني تعرف ان هو اوتوريسيبترو بس. ده بقى بتاع الحساسية. عشان كده الادوية اللي هتشتغل الهستامين يا جماعة ركزوا معي في الكلام. يا اما حاجة توقف اتش وان يبقى ادوية حساسية. توقف اعراض الحساسية. حاجة توقف اتش توي يبقى ادوية عشان البيبتك قلصر قرحة المعدة عشان نقلل الاتش سيل. واضح كده? نبدأ بقى بالاتش وان. الاتش وان المسينجرز بتاعه السكرتارية مجرد معرفة دجوة اي بس ري قلناهم قبل كده اصلا في الاتمان. ضيق اصايل جليسرول وان ازدولت ريفوس في اسمهم دجوة اي بس ري وخلاص. بتوجعش اجمال. يبقى الاتش وان ها بيشغل دجوة اي بس ري. اتش توي زود سايكلك ايمي بي. اتش سري قلل سايكلك ايمي بي. طب هل مفروض احفظ بقى كل الكلام ده? لأ حبيبي اعراض حساسية. امسك عضو عضو وشوف. اعراض الحساسية فيها تبقى عاملة ازاي? خلصة القصة. يبقى الاتش وان ريسبتور لما يشتغل في بيشتغل على اللي هو مركز الشهية ومركز الشبع. خلاص? عشان كده ممكن نفكر ان الادوية دي هتأثر على الشهية. طبع على على الجهاز الدوري المعروف الهستامين بيعمل والفازو هتزود طيب على القادر من المضلة هيزود خروج اللي انكم عارفين ان اللي هو الادرينالين اشهرها اشهر مضاد الهستامين اصلا في الدنيا. على الاول الحساسية يعني لو جات في البرونكاية اظنوا عارفين حساسية الصدر ان البرونكاية تقفش. على الجهاز الهضمي يحس بمغس. على الراحة من قبضات في الراحة. على الاسكن دي مهمة في الامتحان ومشهورة قوي. امشي يا نموسة يا مفاصة ما تقولوا سنيش. ايوا افتكروها كده. بيسموها يعني ايه? لو في نموسة قرصت حضرتك في ايدك. هتلاقي التريبل رسبونس اللي احنا بنقوله ده. هتلاقي في النص حتة محمرها. طبعا اظنوا عارفين الردمس حصل بسبب ان الهستامين طلع فحصل فازو دايلاتيشن. فعملت احمرار. وطبعا الفازو دايلاتيشن لسه ايليم بيزاود بيرميابريت يبقى اوتوماتيك هيبقى فيه انترميدية اريا اوف اديمة في بيرميابريتي زادت فيها يطلع الدم براة يعمل اديمة. ومن براة. الاوتر ريد فلير ده اللي هي المنطقة اللي تحس انها عايز تهرش فيها طول الوقت. عارف انت طول وقت عم ما لحظ انك عايز تهرش مع ان النموسة مش يتقفلها. عشان كده سموها يا شباب. يبقى لما انتقل في النص بسبب طبيعي يلبسك في ايديمة ومن برة او احساس طول لوقت. فمن غير حفز حساسية في كل اعضاء الجسم. من غير ما تقعد تذكر خالص اهو. وعشان هي بتزود بقى بوزتف بوزتف كنتر اكتريتي وهارتريت. في ناس بتأثر على الهستامين بيسمهم هستامين بس ما يقصدوش. خلي بالك. انا اصلا مش هستخدم ادويات زود الهستامين. اعمل بي ايه? ده بيعمل اعراض حساسية اصلا. خلاص? انا هدي ادوية مضادة للهستامين. لكن تاخد بالك بقى ان في ادوية بتتسبب في خروب الهستامين من المصط سل. وبالتالي الادوية دي ممكن تتسبب في اعراض حساسية. او ممكن تعمل هبوط. بسبب الفزو دايلة ايش. اشهرهم المورفين. اظنوا عارفينه. وهناخده بالتفصيل. ديكستران. قولتلكوا عليه في الحصة ده شكل الحديد الانترافينوس. اللي بيجي ااخد حديد عشان عنده انيمية نقصة حديد. يا حبوب. يعني ما بياخد انترافينوس اسمه ديكستران وديكسترين. دي تيوبو كوريرين اللوة كورير. لو فاكرينه ده نيورو ماسكولر بلوكر. اللي كان بيوقف الان ام. لو فاكرين بتاع الاوتونومت مش مشكلة الكلام ده. هايدرالازين واحد من الديريكتفاصل ديليتور اصل. سوري اسف واحد من الكالسومتشان البلوكر. هناخده برضو بالتفصيل السنة جاية. ترايميتافان ده جانجبلون بلوكر. طبعا مش لازم تبقى عارف الكلام ده. احنا هنحفظهم بس. مورفين تيوبو كوريرين ديكستران ترايميتافان هايدرالازين. ها شفت احنا حفظناهم ازاي? مورفين كوريرين ديكستران ترايميتافان هايدرالازين. دول اسمهم ايه شبابنا? مورفين تيوبو كوريرين ديكستران تريميتافان هايدراليز حيب طيب types of histamine antagonist types of histamine antagonist وديه خزق مهم جدا جدا وسهل انتوا عارفينه طبعا بشكل قوي جدا اهو بص يا سيدي طبعا فيه physiological antagonist حضركوا عارفيني الادرنالي خلصان فيه ناس هتقف ال H1 دول هنشرحهم بالتفصيل اللي هم مضادات الحساسية فيه ناس هتقف ال H2 اللي لسه يليكم عليهم من شوية H2 blockers اللي هي مضادات زيادة ال HCL اللي هم بتوع قرحة المعدة سيميتيدين ورنتدين خدناهم قبل كده في الهيباتك مجرسوم لو فاكرين حاجات تعمل دي ادوية متطورة شوية دي بنستخدمها في علاج البرونكا الازمة تحديدا يعني واخيرا كورتيكوسترويدز وهناعرف كمان شوية لي كورتيكوسترويد بتوقف خروج الهستامين من بدري بدري خالص خلاص في H2 يبقى دي بطوع البيبتك ألسر سيميتيدين ورنتدين هدوية دي عمل يعني ما تخليش المطسل تفرقعة يعني ما تخليش طلع هستامين أصلا وكورتيكوسترويدز اللي هم الكورتيزون واخوات حلو كده يا شبابنا الموضوع سهل قوي وبالمناسبة عشان كتابكم ما قالش في اللي بيعدوا خلاص بيعدوا بيعدوا بينايموا خلي بالك دي بقى معروف وانحنا صغيرين أدوية الحاسية بتنايم ما بتنايمش طبعا يقول لك ايه حتى في المحاضرة تقول لك مشكلته ان لو طفل خده هو مثلا رحمة لباسة مش حيركتز وحينام لو واحد خده في الشغل كده احنا هنبوز الاقتصاد بتاع البلد على اساس انهم مساحين أصلا فنقول مهم عندك انك تعرف الاساس بتاعه نوع بس بلد برين باريور ومش بيقف الهيستامين بس ده حفلة طبعا كومبتتف انهيبتور اظن حرركوا عارفين ايه كومبتتف انهيبتور يعني بتخنقوا مع الهيستامين على ال H1 بيتخنقوا مع الهيستامين على ال H1 ال اكشن انتي هيستامين بيوقافوا H1 انتي استايل كولين انتي سيريتونين انتي دوبامين المفروض أن توصيع واتكونوا جبتوا كل الكلام ده الواحدة انخدنا دوا نفس المنظر ده قبل كده خلي بالكو لكن كان اوسع كمان شوية اسمه الفينوكسي بن زمين المجنون بن المجانين اللي كنا قلناه في اليوتيوب لو تفتكره في الحصة بتاع الالفا بلوك المهم انتي اتش وان فهم انتي هستامي يعني ضد الحساسية اعراض الحساسية لكن عشان بيعدوا استيه الناس فبيبقوا سيداتف سيداتف يعني يا جماعة يعني يهد وينام طبعا احنا ناس بنفهم فارما بقى وتربنا سوا هل استخدمهم كسيداتف يعني استخدمهم كمهدئات لا يا دكتور ما بيعملوا سيداتف بس لما تعوز تعمل سيداتف بس اللي هي اجيب دوا بيعمل حاجات تانية كتير قوي كده فتاخد بالك ان سيداتف غالبا هيبقى سيد افريكت هيبقى لو خدت المضادات الحسية دي مع حاجة بتعمل سيداتف يبقى الموضوع اوفر قوي يبقى انتي اتش وان خلاص بتوع حساسية انتي اصتايل كلين ازلنا عارفين اوتروبين لايك بينشف وشبه السنباسات خلصان بينشف وشبه السنباسات انتي سيروتونين يبقى ممكن استخدمهم في علاجة كارسينويد تيومر اللي هنحكيه كمان شوية بالتفصيل لها الاورام اللي بتطلع سيروتونين كتير انتي دوبامين هيوقفوا الدوبامين والدوبامين الناس شطروا عارفين انه كان فاربع عميك بس لما يوقفوا بقى فوق بالذات يبقى انتي ايميتك انتي موشن سيكنس للأسف يعملوا باركنسونيزم ده سيد الفكرة انتو عارفين ان الباركنسونيزم كان بيجي من الحاجات اللي بتوقف الدوبامين تتبعالجه بدوبامين افتكروا يا جماعة كان الدوبامين في اربع اماكن لو الناس مش مذاكرة او مش ذاكرة الاوتونوميك احنا حافظين الكلام ده كويس جدا وفاكرين كان موجود في السيتي زد فانا لما اقفوا يبقى انا انتي ايميتك وانتي موشن سيكنس كان موجود في يبقى ممكن الادوية دي تساهم في علاج السايكوزس او السيزوفريني موجود في البيزل جانجل في الاسف لما اقفوا في البيزل جانجل انا اللي هعمل باركنسونيزم عشان كده دي سايد افتكر انما دول ممكن يبقى يوزس ولو ان طبعا انا افضل ان انا استخدم حاجة تكون سبيسيفيك اكتر بتعملش كل البلاوية فهمتوا القصة يا شبابنا يبقى اربع كلمات انت حافظهم لو فاهم هتخلص انتي اتش وان يبقى خلاص حساسي انتي استيلكوني يعني اتروبين لايك انتي سيروتنين انتي دوبامين فانى يا شبابنا الفرق ما بينها وبين الفريست الجنراشن والاوربع سطور دول مهمين موت في الامتحان ما بيععدش شيء ناس فبالتالي مافيش سيديشن اتش وان بس يبقى لا في انتي استمين ولا في انتي دوبامين ولا انتي استيلكوني ولي ايها دي كلها يعني ناس مضادات حسية بس وما بيعملوش سيديش يعني ما بنعموش ولا بيهد ولا بينامو طبعا مور بوتانت هم الاقوة. خلاص? طبعا اشهر الليرجيك رياكشن انا ممكن ادي عشانه الادوية دي. الليرجيك راينايتس. حاسية اللي بتقع في المناخير مناخيره بتسح. حاسية الجلد ارتكارية. حاسية من دواء درجة انديوز. انجيونيوروتيك اديما الشطر اللي كانوا لسه حاضرين معنا الباسولوجي. احنا قلنا الالليرجيك اديما اسمها انجيونيوروتيك اديما. طبعا في حاسية الصاد برونكيا الازمة بس اخد بالك ده سؤال كانوا بيعشقوه في الامتحان في جهز ريزون زمان. في البرونكيا الازمة اكتشفوا ان الهستامين مش هو الاساس. مش هو اساس حاسية الصدر. اساس حاسية الصدر مواد اسمها ليوكوتراينزي حنقولها بالتفصيل كمان شوي. وبالتالي قولك هل يبني في علاج البرونكيا الازمة الانتي هستامينكس الحاجات اللي بتوقف اتش وان بتاعة الهستامين كافية لوحدها لا مش كافي. مش كافي. ده بيقول لي ده انا سعبت ديها عشان لو حاسية الصدر معها حاسية في المناخير كمان. لكن حاسية الصدر اللي هي البرونكيا الازمة اساسها مواد اسمها ليوكوتراينز. اسمها ليوكوتراينز. طيب سؤال امتحان. في دوا اسمه دراما من الفكر دراما. دراما عشان بيعالج مرض دراما اصلا اسمه مينيرز ديزيز. مينيرز ديزيز اللي هو مرض المناجم عمال المناجم. حاجته لكو قبل كده. حاليا بقى ما عادش عمال المناجم بقى الناس اللي بتشتغل في الافراح والدي جي. فاك لما كنت بقولك ايه? الدأداء والصوت والخط ده تراوح البيت تلاقي لسه الدي جي والرقصة والمعازين معاديين جوه. بسبب ان فيه سائل اسمه اندولينف جوه عمال شغال على اخر. من الادواء اللي بتعالجه دراما. تكر اللي بيعالج المينيرز ديز دراما. دراما مين. تكره دراما مين. خلاص? طبعا الفرست جينيريشن لقوهم يعني بسبب تشوهات في الحيانات زاعلة السايكليزين. سايكليزين وميكلزين في اللي نقصة? ميكلزين وصايكليزين. طبعا اشهر اسامي في الفرست جينيريشن عشان ما تقعدش تحفظ كتير. هتلاقوا كلهم احنا بندور عليه. داي فن هايدرامين. كلورو فندرامين. ميثرامين. وعيلة السايكليزين اللي احنا لسه قيلينها من شوات. هتلاقوا دايما فيهم كلمة فن. فن. شايفين فن دي في كل حتة. وعيلة السايكليزين دول فرست جينيريشن. الساكند لازم يتحفظ الصانب بقى. الساكند اللي ايه يا شبابنا اتفقنا ان هم بيوقفوا الاتش وان بس وما بينايموش. ها ساكند. عيلة الادين كلها اشهرهم فيكسوا في نادين. الراجل ده اشهر واحد. ليفو ستريزين ده سيرد جينيريشن مش ساكند جينيريشن. هو الساكند جينيريشن. اللي اللي الكتاب مش هيجيب سير عنها. فهو ستريزين وليفو ستريزين زي ما الكتاب ايه? لكن ليفو ستريزين يفتكي النوى سيرد جينيريشن مش ساكند جينيريشن. يبقى تاني. داي فنهايدرامين كولوروفنهايدرامين مفرامين وعيلة السايكليزين دول فرست جينيريشن ساكند جينيريشن عيلة الادين والستريزين. عيلة الادين والستريزين. خلاص يا شبابنا عشان موضوعنا مهم. الدراما حتش ينسى الدراما يبقى ايه? بيعالج المينييرز الزيز. وعد كون ناسي الهيستامين ها? حتش اطور فاكر النغمة بتاعتنا مورفين. تيوبوكورارين ديكستران تريميتافان هايدراليس. تمام كده يا شبابنا? ده التلت الاولاني من الشابتر وتلت سهل خلص بتاع الهيستامين. احنا جمعنا خلاص بقى في كام كلمة ارجع معاي كده. كان راجل يشتغل على الاتش وان. حساسية اتش تو بيبتك اولسر وبوصف بوصف في القلب اتش سري اوتروسيت. الهيستامين لسه الانهم حالا? ازاي اعمل هستامين انتاجونيز? طبعا في السيولوجكة اللي عارفينه الادرنالين. اوقف اتش وان اللي احنا قلناهم خرست وساكن جنريشن. اوقف اتش تو سيميتدين ورانتدين بتوع البيبتك اولسر. دي سنستايزيشن وكورتيكوستيريت. خدنا بتوع الاتش وان. انتي اتش وان. وانتي استالكولي. دوبامين سريتوني. طيب الساكن جنريشن بيوقفوا الاتش وان بس. مو بيعدوش السيء الناس. اللي بيعالج المينييرز ديس كان اسمه درامامين. سهلة كده يا شبابنا? سهلة? الموضوع سهل ان شاء الله. طيب السريتونين بقى. قصته سهلة برضو خالص. وهنحفظه سواء مع بعض كده نسكمه نخلي الدنياته لذيذة. النواة سهلة خالص. السريتونين بيدلوا المقطع فايف اتش تي لنواة خمسة هايدروكسي تريبتامين. ده نواة بتصنع من حمضة اسمه تريبتوفان. هو عبارة عن فايف هايدروكسي تريبتامين. طيب نقول اي فايف اتش تي وخلص. تسعين في المئة منه في الج اي تي في الكورومافين سل اللي في المعدة اللي انا جبتلكم سلتها قبل كده. ان قلنا ان لما بيجي في ورم في المعدة في الكورومافين سل ده بيبقى اسمه كارسينوية تيوم. فانا هعالج كارسينوية تيومر ازاي? بدي حاجة توقف السلتوني. طبعا هي بروكاينيتك وسباسموجينيك. بروكاينيتك يعني تقفلل سفينك ترجامل. بروكاينيتك يعني تقفلل سفينك ترجامل مش زي ما تقال في المحاضر. سباسموجينيك يعني بتعمل انقباض وتقلصات في العدلات. طبعا في جزء عشر فنوية باقي في البلتلت. طبعا دي بتساعد في البلتلت اجريجيشن والتجلط لها ان البلتلت تلزق في بعض وتعمل تجلق. ساعات بيبقى موجود في وانا اديتكم فكرة عن الموضوع ده قبل كده لو تفتكروا احنا بنحكي كده في الالفا بلوكر. وطبعا معارفنا السيرتونين بيعلي المود. بيعلي المود عشان كده في السينس ان شاء الله السنة الجاية هنستخدم ادوية السيرتونين انها تعلي المود. طبعا ادوية بيسموها هنجيب سيرتها اهي. بتمنع بتاعه فتسيبه شغال فترة. دي ادوية اساسها بتستخدمه عشان تعلي المود. عشان شطورة حفظاهم. بس الشابتر هيخلى صحوف ان احنا هنقول ايه? مين الاجونست ومين البروكرز? الاجونست. بص بقى. بص على وان ايه? بص على وان ايه? الكلام ده لازم هيجي في الامتحان فلازم تحفظوه معايا بعد اذنك. بص على وان ايه. بص بايرون. الراجل ده ببارش يا الاجونست على فايف اتش وان اي. فايف اتش تي وان اي. اللي هو الريسيبتور ما هو خلي بالكم السيبتور يا جماعة بيترقمه من واحد لحد خمسة والواحد ايه وبي وسي ودي وقصة كده مش عايز اوجه عدمها يعني. مهم نفتكر في الامتحان. بص على وان ايه? بص بايرون. الده اسمه بص بايرون. هبص على وان ايه? يبدأ بيشتغل على وان ايه? الراجل ده بارش يا الاجونست خلي بالك وبيستخدمه يعني مضاد للارق. اسمه في الصادرات بصبار. اسمه بصبار مش مصمار بصبار. فافتكرة او انا بتكلم في الاجونست اللي بيشغل السيرتينين. اللي بيشغل وان ايه? بص بايرون. فافتكرة احنا حافظنا ايه? بص على وان ايه? بص على وان ايه? بص على وان ايه? ميتوكلوبرامايد البرين برام انا قلت لكم سرطة قبل كده واظنتوا عارفينه من ايام الجنرى. ميتوكلوبرامايد واتوبرايد اللي اتنين بيشتغلوا على فايف اتش تي فور. يبقى بص على وان ايه? ميتوكلوبرامايد على فور. طبعا اتوبرايد ده بروكاينيتك وقلنا بروكاينيتك يعني عشان لو حد عنده ارتجاع يقفل له المحبس. طبعا ميتوكلوبرامايد نفس القصة على فكرة بروكاينيتك زائد ان هو بيستخدموه في بيستخدموه في الفيرتايجو. الفيرتايجو يعني اللي حاس ان دماغه بتلف في ميه. خلاص? يبقى في تكر بص على وان ايه? ميتوكلوبرامايد واتوبرايد على فور. من الظلم. من الظلم بيجي لك صداع على وان. ظلم تريبتان وثومة تريبتان. ظلم تريبتان وثومة تريبتان الناس دلو بيشتغلوا على وان. وبيعالجوا المجرين هدك من ادوية علاج المجرين هدك. اسمهم ظلم تريبتان والثومة تريبتان. في افتكري الظلم والثومة. ظلم وسومة. يبقى بص على وان ايه? احنا بنتكلم في اياه جماعة? في الاجونس بتوع السريتونين. بص على وان ايه? طبعا هنحل عليهم كم امس كوال موضوع انتهى. تتعودش بقى تقول لي الفرما حفزه وصعبه وكلام الفرغ بتاعك ده. بص على وان ايه? على فور. ظلمة تريبتان سومة تريبتان على وان وبيعالجوا المجرين. ارجوتامين خدنا قبل كده على تو. ده برضو كان بيعالج المجرين هدك تحديدا الاورافيس. تحديدا الاورافيس. سليكتف سريتونين ريابتيك انهيبتور علت الاكستين. فلوكستين وباروكستين وكل الاكستين دول انتي دي بريسانت اللي قلتلك من شوية ان هم بيعالجوا الاكتئاب. بيعالوا الموت. خلاص اسمهم سليكتف سريتونين ريابتيك انهيبتور او اس اس ار اوش. حافظنا كده الاجنس يا شبابنا. ان شاء الله الدنيا سهلة. طيب. نشوف البلوكرز. البلوكرز اسهل كتير بقى. قصته ما اسهل كتير قوي. سيبرو. سيبرو. فيتادين. وبيزو طايف. سيبرو. 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 سيبرو دول ده سيبرو على حاجات كتير قوي. ده سيبرو على السريتونين وعلى الاتشوان وعلى الاسطايا لكوين. واخد بالك السيبرو فيتادين من الناس اصلا اللي فيه ناس بتعتبرها انت يستملك. بس هما اقوى كانت سريتونين. عشان كده تصنفوا هنا. وقال لك ان هما بيوقفوا الباقي كمان. ده بيعلي الابيتيت بيسموه او او بيحفز الشهية. بيعالج كارسينويت تيومر. طبعا بيعالج كارسينويت تيومر عشان بيوقف السريتونين. هم اتفقين على كده. اسمه سيبرو. يبقى سيبرو على حاجات كتير له افتكر. سيبرو على الورم. سيبرو على الصداع. سيبرو في ثلاث حاجات وقفه ثلاث حاجات او اسمه سيبرو فيتادين وبيزو تايم. كتان سيرين. كتان كتان يبقى تنين. يبقى بيوقف تو ايه. خلاص? الراجل ده بيوقف في الهستامين كمان وبوقف الالفا يعني الفا بلوك. بيستخدموه عشان البلات بريشرا بيستخن قديما يعني. اسمه كتان يبقى ايه? كتان ده بيوقف الالفا والاتش وان. بيوقف السيروتين تو. خلاص فتكرو كتان. خدناه قبل كده. خدناه قبل كده. الراجل ده اللي كان بيستخدم في علاجة كارسينوت يومر وكان مكتوب في الارجوتس. بس اخد بالك عشان السؤال ده موت في الامتحان بيموتوا فيه في الامتحان. فتكرو ان انا قلتقولك اوه. لو استخدمته اكتر من ستة شهور بيجيب ريترو بريتونيال فايبروزيس. ريترو بريتونيال فايبروزيس. اتفقنا? بيموتوا فيه في الامتحان. ده بيوقف فايف اتش تي سري. الراجل ده بيستخدم في بس مش في اي فومنتنج. الفومنتنج اللي مع الناس اللي بتاخد كيموسرة بيربنا عافية. بتاخد علاج كماوي. هنقول تاني. يبقى سبره على الورم. سبره على الصداع. سبره على الشهية على قلة الاكل. اهو بتكره او سبره في تدي. كتان يبقى حاجتين دايما. فايف اتش تي تو ايه? كتان يبقى بيوقف حاجتين كمان اللي همه الالفا والاتش وان. بيعالج البلود بريتوني. مثرجيت عارفينه بس خد بالك انه لو استخدم اكتر من ستة شهور بيجيب ريترو بريتونيال فايبروزيس. انضانسترون على سري. بيعالج الفومنتنج وسكيموسيرابي. عيلة الستروني كلها على فكرة ايه. ماشي? في بعض الادوية عندها سيروتونين بلوكتج اكتيفتي لكن هي في الاساس مش سيروتونين بلوكتج اكتيفتي. يعني دي مش اقوى حاجة عندها. في نكسي بن زمين المجنوني من المجنين. تولازولين. ولوان ما ما تذكرتش colleges بل works. الادوية اللي بتعالج السايكوزس هي اصلا من هم السبروفيتادين ده. كسليب رايسايكليك انتي دي بريسانت. كبه آس كبه عزافتي. خلاص؟ اسمهم تريسايكليك انتي دي بريسانت تمام؟ ترايسايكليك انت لكن مش الاساس سريتنين. يبقى دلوقتي هو مراجعة اخيرة هو على السريتنين. خلاص احنا قربنا نخلص او. اللي بيشغلوا. بصوا على 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 فور. الظلم والسومة على على. البلوكر لسه ايلنهم. الاربعة عندهم مش عايز تحفظها هنشوفها في امسك وها وانتهي. الادوية اللي بتشتغل على الانجو تينسين سيستم. خلاص دي الحاجة قبل الاخيرة. ودي برضو حاجة انا حكيتها لكم بالتفصيل لسه الحصة اللي خاتت طازة. افكر حضراتكو بيه. بص يا سيدي. اتفقنا ان كل ميكانيزمات ربنا عز وجل بتشتغل في النورمل بس بصورة مش واضحة لان في ميكانيزمات عكسية بيعملوا البعض. طبعا ايه حكمة ربنا في كده انا حكيت الكلام ده الف مرة وانتوا عارفيني الكلام ده كويس ان شاء الله. حكمة ربنا ان كل الميكانيزمات يبقى اديها في الشغل. بس تبقى كأنها في صورة ان اكتف. ساعات يبقى ان اكتف وساعات يبقى شغالة بس مش ظاهر له تأثير يعني تعتبر ان اكتف بسبب وجود الميكانيزم العكسي. احد الميكانيزمات دي ميكانيزم اسم الرس سيستم او الرينين انجيو تينسين سيستم. بصوا على رسمة كويسة وان لسه بسامعة الصبورة. سيلي لكم على سؤال الحصة اللي في لو في نقص في البلد فوليوم او نقص في الضغط. من اول عضو بيحس بمشاكل الدم. هزون كلكم شطروا وردتوا دلوقتي الكليا. لان بيروح لها من ربع لخمسة حجم الدم كل دقيقة. فمن ربع لخمس دقيقة بيكون كل دمك راح على الكليا تفضل. فالكليا لو حست يوه ده كمية الدم قليلة والضغط قليلة تطلع هرمون اسمه الرينين او الرينين. الرينين ده كالعادة حيلاقي في مواد موجودة. هطلع من الليفر اسمها انجيو تنسينجين. دي مادة ان اكتف. بتطلع من الليفر. ان اكتف ليه? عشان تبقى جاهزة على الشغل يا ضب نسويها بس. بس انا عايزكم تقفوا زي ما وقفنا الحصة اللي فات عشان بس اللي بيسمع الفيديو ما حضرش الحصة اللي فات اكيد. انجيو يعني معاق دمو. احنا قلنا فيه تلات حاجات معاق دمو. انجيو وفازو واسيرو. انجيو وفازو واسيرو. وتنسينجين يعني كونستريكشن. ده المادة اسمها كونستريكشن. تخيالوا بقى. ولكن اخير هاجين تبقى ان اكتف. الرينين اللي طلع لما الضغط قنواطي وحجم الدم قليل هو اللي هي اكتفها يحولها الانجيو تنسين وان. الان يتحول لتوب انزيم اسمه انجيو تنسين كونفيرتنج انزايم او اي سي اي. المفروض يكتب انجيو تنسين يأسين يأسني كونفيرتنج إنزايم اللي بيحاول لانجيو تنسين وان لانجيو تنسين تي. تاني عشان انا توف expert. هو انا بعمل كل ده ليه? عشان الضغط واطي او حجم الدم قليل. مين اللي اتصرف الكليا? طلعت هرمون اسمه الرينين. رينحول من انجيو تنسينو جين انتو انجيو تنسين وان. الان تحول لتوب انزيم اسمه danjiو تينسين تزاود الألدسترون كلها حاجات ترفع الضغط وتزاود الضغط اللي أنا اشتغلت عشان دي بيتطلع حاجة اسمها بيتطلع حاجة اسمها حاجة من اسمها ناتريوريتك. ناتريوريتك. يعني بتزود الصوديوم في اليوريتك. بتقلل حجم الدم. يعني دي العكس. طبعا دي موجودة عشان تعمل لدي. شوفوه دي بتعمل دي لو اشتغلت دي تطلع يعني بينزل يعني بنزل الصوديوم في اليوريتك. طبعا الطبيعي ده اللي هيشتغل يا جماعة. ده هيشتغل لو ده خلاص. انك لشان خلقناه بقدر. خلصنا او لو حصل اتفقنا كده يبقى في النهاية. ده اللي هيشتغل. الدراع ده اللي هيشتغل. فيعلو الضغط. فلما يععلو الضغط اعالج اللي انا طلعت بسبب فوق. طيب ايه اللي عالجانب ده. يقول الانجوتينسن كونفيرتنج انزيم اللي كان على السهم هنا ده يا شباب. مش بس بيحاول من انجوتينسن وان لانجوتينسن تو. لكان له وظيفة تانية انه هو يخلي البرديكاينين ان اكتر. والبرديكاينين من المواد اللي زي الهستامين بتعمل اعراض حساسية. كان في الاساس مادة اسمها كاينينوجين بتحول لبرديكاينين والبرديكاينين. لو فيه اسي انزيم يبقى ان اكتر. فبالتالي انت لو اديت دواء اسي انهيبتور هتمنع تحويل انجوتينسن وان لانجوتينسن تو. صح? وده اللي احنا هنعمله. بس في نفس الوقت هتسيب البرديكاينين يبارتع. مش هيحصل له ان اكتفاشن. وبالتالي الادواء دي كمان ثواني هنقول ان الادواء دي من اشهر اعراضها الجانبية وانا حدثالكم برضو في الحصة اللي فاتت الطازة ومنزلها على اليوتيوب انها بيحصل بسبب الادواء دي دراي كاف. واحد بياخد واحد ضغطه عالي وهيجي لحضرتك يقول لك يا دكتور اعمال بكحة كحة ناشفة تدروش دواء لكحة. اسأله بياخد ايه? لانه لو بياخد حد من العيلة اللي هنحكيها حالا دي. لاب لازم يوقفها ويبدل على العيلة. كيف? الشطور اللي فاكر. الاب لازيز والاب الرخم. فاكرين كنا منقول ايه الفرق ما بينهم في الفرمة? الاب لازيز يقول له بابا بابا. يقول لك نعم حبيبي. بابا انا عايز انزل. لأ. بيوقف من الاول. بيجيب لك من الاخر. انما الاب الرخم بابا. يا عيون بابا يا روح بابا. بابا انا عايز اوقف. عايز انزل. انزل يا حبيبي. تنزل تلاقي باب مقفول بالمفتحة. من اقوى الاب الرخم دايما اقوى. لما يكون عندك دوين واحد يوقف الميكانيزم من اوله. واحد يوقف الميكانيزم من اخره اللي بوقف الميكانيزم من اخر هو الاقوى. خلاص? عشان كده يقولك انا عندي علتين يوقفوا الفيلم ده. يوقفوا الانجوتنسين سيس. علة اسمها توقف الانزيم ده. وعلى اسمها انجوتين سنتور سيبتور بلوكر. ها. من اقوى اللي وقف في النهاية. ها. نسمعها بقى كده قصة. طبعا الادوية دي كلها ادوية علاج ضغط. ازاي يا دكتور? مش الميكانيزم ده كان هيرفع الضغط? لو انا وقفته في الضغط هيوط. اظن بقى مش هنقول السؤال تاني بقى. دكتور هو مش الميكانيزم ده بيشتغل لما الضغط يكون واطي. يا حبيبي بيظهر تأثيره بشكل واضح لما الضغط يكون واطي. لكن في النورمال لو انت وقفته الميكانيزمات العكسية هتبرتها وحض الضغط حيوتها. عشان كده يقول لك الادوية اللي بتوقف الرين انجوتين سين سيستم كلها ادوية توقف الضغط. اولهم طبعا بيتا وان بلوكر. وعقول انسيته ان البيتا وان كانت بتطلع ايه? لو حد شطور فاكر كان بتزود شغل القلب بتزود رينين من الكليا. طب بالتالي لما ادي بيتا وان بلوكر هتوقف الرينين. الفا تو اجونست لان الالفا تو لو حد شطور فاكر كان بتقلب نور ادرنالين والانسولين والرينين. بس طبعا دي ادوية مش اسبسيفك للرينين انجوتين سيستم. يعني مش للعبة دي. الاسبسيفك للعبة دي بقى. ادوية توقف الرينين بشكل مباشر. عيلة الكرين. انال كرين. ريما كرين. الاس كرين. ام علي كرين. ايس كرين. اللي تحب تقولوا اقول. كلهم عيلة الكرين دول اللي بوقفوا الرينين. دي ادوية جديدة. ايسي انهيبتور عيلة البريل. عيلة البريل. كابتو بريل. انالو بريل. رينبا بريل. طبعا اشهره من كابتو بريل اسمه كابوتن في الصيداليه ممكن تلاقوه عندكم في البيت. هبقى حكلكم عنه قصة كده السنة الجهة في الكاردو ان شاء الله لما مش لحد. بس مشكلة ايه? انها لما توقف الانزيم هنا هتتسبب ان البرادكاينين مش هيحصله هيفضل موجود. والبرادكاينين يعمل اعراض حساسات. يجيب لك بقى انجيونيوتيك قديمة يجيب لك دراي ارتانتكاف. تلاقي عنده ايه حسياه في صدره. فتخلي بالك ان دي من الدواء. ما ده اللي احنا بنتعلم الفارما عشانه. وانا احكيت لكم القصة المريض اللي جه. وانا حولينه صدره من الصدر حولوه على كلا ومن الكلا حولوه على مخ واعصاب. كل ده عشان عنده دراي كف ومش عارفين السبب ايه. مجرد لو كانوا سألوا وشكوا بينهم دراس وفارما. وسألوا بس انت بتاخد ايه قال لهم كابوتين وقفوا يا عم ونقل على العيلة تانية. راح تسأل الكح. دي فايدة الفارما اللي بنرس عشانه يا شبابنا. ARB الاب الرخم. ARB اختصار ايه يا شبابنا. انجيوتين سنتو ريسيبتور بلوكر. انجيوتين سنتو ريسيبتور بلوكر. الاب الرخم خسران. لوزر. تكره. لوزر تان وفالزر تان. لوزر تان وفال. طبعا اقل. وطبعا لما بيوقفوا هنا يبقى ما لهمش داعوا بالخطوة دي يبقى ما بيزودوش البرادي كاينين ولا حاجة. عشان كده ممكن ننقل من هنا الهنا بس هم غاليين شوية. في بقى هنا نانسايد والابروتونين نانسايد طبعا لما النانسترويد الانتي انفلاماتي لما الاسبولين واخواته هنقولهم بالتفصيل الممل اصلا دسة. والابروتونين بيوقفوا تحويل كاينين جل البرادي كاينين اصلا. من الادوية اللي بيستخدمها في علاج البنكرياتاي تسمى ابروتونين لها قصة كده هحكي لكم ان شاء الله بالتفصيل قدام شوية. هنقول تاني بقى بقى ايه الادوية اللي بتشتغل على الرينين انجوتينسين سيستم بيتا وان او الفا تو ااجونس بيتا وان بلوكر او الفا تو ااجونس. حاجة توقف الرينين عيلة الكرين. حاجة توقف الاي سي اي لواء الكونفيرتنج انزايم عيلة البريل. حاجة توقف الانجوتينسين تو ريسبتور. الاب الرخم دايما خسران. لوزارتان وفالزارتان. لوزارتان وفالزارتان. كفاية جدا. اخر عيلة ونبقى خلصنا الشابتر اللازيزة العسول ده. الشابتر ده جماعة تسكمته سهلة اوي واسئلته تكفي تماما. يعني انت لو جدت حل عليه اسئلة ام سيتيو بتاعت البنت هتلاقيه بهارس وانتهت القصة. ولا محتاج تحفظ. ولا تقولي الفرما حفظ ولا صعبة لان الاسئلة بتاعتها هتسبق. نيجي بقى للعيلة الاشهر اللي هنكمل بها الشابتر الجاي. خلي بالك ان الشابتر الجاي كله. باللي بعده كلهم على الرسمة دي. فانا عايزك تحفظ الرسمة دي صعب. كل اللي فات لو ركزته كانوا امينو اسد دريفازيفس. اللي كانوا موجودين في حويصلات او بيطلعوا في ظروف معينة. لكن المرات دي احنا هنتكلم عن الايكوسانويتس. ايكو. انا عايزكم ركزين زيادة عن نزوم ابوس ايديك في الجزء ده. عشان الجزء ده اللي هنحكي عليك كل حاجة والرسمة دي كل حصة هتلاقوه. الشابتر الانتي انفليماتوري بعد العيد. هنحكيه منع الرسمة دي في ثواني. فتركز معي قوي. ايكوسانويتس. الفاتي اسد دريفاتيفس بقى. الناس اللي بتتصنع من الناس. فلازم تقولي بتتصنع ازاي ومنين. وبالتالي لما اعرف هم بيعملوا ايه. بقى بالتالي انا هاعرف اوقفهم في انهي منطقة. اركز في الرسمة وامشي مع السادة. بيتصنعهم من الممبرين فوسفو ليبيتس. فيتصنعهم من فوسفو ليبيتس. بيشتغل عليهم انزيم اسمه فوسفولايبيز اي تو. فطبعا في واحد تنين اسمه فوسفولايبيس سي حناخده بس السنة الجاي. فوسفولايبيز يعني بيكسر الفوسفولايبيت. الراجل ده هيشتغل على الممبرين فوسفولايبيتس في الدامج تشو. في المكان اللي فيه الخناقة فيطلع حاجة اسمها اراكيدونيك أسط. اسمها الاراكي دونيك أسد قدامه سكتين هي يشتغل عليه نزيم اسمه كوكس كوكس سي او إكس عشان بس لحد مش عايق في إرقابت كوكس يشتغل أنزيم اسمه لوكس يا إما يا إما لوما كوكس ولوكس الكوكس بيطلع حاجة اسمها الإندوبريكسديز الإندوبريكسديز دي بتدي بروستا جلندين وبرستا سايكليز اللي هو موضوع الحلقة الرئيسي بروستا جلندين وبروستا سايكلي إنما اللوكس بيطلع اليوكو تراينز يطلع اليوكو تراينز جاذبة لقراته قدام بالبن لا ده أنا هقول بالراحة خالص تاني إزاي بيتم تصنيع الايكو سانيدز أو الاوتاكويدز اللي متصنعها من فاتي أسد دريفاتيفز من السيل ممبرين بنشتغل على الممبرين فوسفوليبيز يبقى بإنزيم اسمه فوسفوليبيز فوسفوليبيز إتو الفوسفوليبيز ده يطلع على راكيدونيك أسد الراكيدونيك أسد يشتغل عليه كوكسي اللوكس كوكسي يعني سايكل أكسوجينيز لوكسي يعني لايب أكسوجينيز الكوكسي بيطلع بروستا جلندين وبروستا سايكلي اللوكسي بيطلع اليوكو تراينز حلم طيب اليوكو تراينز طبعا كلها عشان بتبقى رعوات ربعية فتبقى A4, B4, C4, D4 E4, F4 وهكذا تمام طيب البروستا جلندين بقى البروستا جلندين طبعا اختارها BG بروستا جلندين في منها واحد اسمه بروستا جلندين I2 بروستا جلندين D2 F2 ألفا E2 طيب نركز في حاجة بقى بيشتغل على الرسيبتور الرسيبتور بتسمى ازاي يا جماعة بياخدوا اسم البروستا جلندين ويحطوا بعدها B اللي اختصار بروستا جلندين يعني ايه يعني البروستا جلندين I2 الريسيبتور بتاعها هيبقى اسمه اي بي. البروستاجلندين دو تو يبقى اسمه دي بي. البروستاجلندين اف تو الفا يبقى اسمه اف بي. تهمتوا اللعبة? طيب. في واحد بقى ما اسموهش بي جي اسمه سرومباكسين اي توت. شفته على جنب الواحده افضل من الراجل ده بتاع التجلط. الراجل ده بتاع التجلط عشان كده شفته هتلاقوه وبيعمل بريتلت اجريجيشن يخلي البريتلت تلزق في بعض عشان التجلط. مهمة قوي 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 كلام. طبعا بتصنع بانزيم اسمه سرومباكسين اي تو سينسيز وكلهم كده. بروستاجلندين اي تو سينسيز وهكذا الكلام ده مش هاوجع دماغك دي. هقول تاني. هقول تالت. هقول تالت خلاص لان خلاص اللي باقي الكلام سهل. احنا دلوقتي بنتكلم ان السيل ممبرين بتاع انا مثلا حاصل لي انفلاميشن في المكان الفلاني. السيل ممبرين بتاع هتتكسر بانزيم اسمه فوسفالايبز اي تو. فوسفالايبز اي تو يطلع اركيدونيك اسد. الاركيدونيك اسد يشتغل على كوكس او لوكس. الكوكس يدي بروستاجلندين وبروستا سايكلين. البروستا سايكلين دي اللي هي البروستاجلندين اي تو تحديد. اسمها بروستا سايكلين. او اللوكس هيطلع اليوكو تريد. طيب نفتكر بقى حاجة بيموتوا فيه. بص كده معي. اللي بيوقف الكوكس عيلة النونسايد كلها وده الميكانيزمي بتاعها ما هناخدها الانتي انفلامتر ان شاء الله الشفتر الجاية والحصة الجاية بيوقف الكوكس انزاين حل؟ طيب عايز اوقف تصنيع الليوكوتراينز عند حضرتك ناس بيوقفوا اللوكس انزاين اسمه زايلتون اللي بيوقف الريسبتور بتاع الليوكوتراينز اسمه زافير الكوستومنتو الكوستافير زافير عشان هو بتاع تنفس ده بيعالج البرونكا الأزمة في اول الفيديو كنا بنقول ان في البرونكا الأزمة الهستامين مش هو أساس البرونكا الأزمة أساس البرونكا الأزمة الليوكوتراينز وبالتالي فتكره هو اللي بيوقف الريسبتور الأب الرخم زافير زافير الكوستو ومنطو الكوست زافير الكوستو ومنطو الكوست تبقوا اكتبوها في الورقة لما تاخدو الورقة في ايديك زافير الكوست ومنطو كوست زافير او بحلها في الامسيكوياسيت مين اقوى بقى الزيلتون ولا الزافير ها الناس اللي فيهم اتفارما الزفير طبع عشان وقف اب رخم وقف الريسيبت كان بيقوله بقى سؤال MCQ جيف ريزون أمر يقولك تخيل ان الأسبرين من أحد أسباب حدوث البرونكيا الأزمة عارفين السبب ايه السبب في الرسمة اللي قدامكو دي ان الأسبرين وعيلة النونسايد بتوقف الكوكس خدتوا بالكو تا كده لو تكون أراكيدونيك أسد يا شباب ما عادش قدامه اختيارين بقى قدامه اختيار واحد اللي هو اختيار ايه ليكوتراينز اللي بتعمل أعراض الأزمة فوقتها يسموها أسبرين انديوزد أزمة طب انا بقى مش عايز اشرح ونقوله الفرما دمان خفيف في الشرح والتاع عايزين نطبق تخيل معالم واحد يجيلك بأزمة من تطبيقية هتتديله بخاخة واللي ذكر اوتوناميكو شطور فاكري هاي دي بخاخة بيتا تو أجونس كان اسمها سالبيتامول يا بخاخة كان بديل الأوتروبين طب انا هدي البخاخة بس انا كده عليكت العرض ما عليكتش السبب طب نسأل المريض ممكن يكون عنده هستوري اصلا هو عنده حسية صدر من صغره فخلص دي حاجة خلص ورصية وتولد بيها لكن ده ممكن يكون السبب ان هو بياخد نانسايد تخيل بقى ده يعني تخيلت بقى درس فرما وكل الدكاترة في الدنيا درسين فرما حنا مش بنعلي على حد يعني كلهم درسين فرما بس بينسي او ماشي على سيستم نوع حافظ ويقولك الفرما حافظ فرما تقول لحافظ طبق يا حبيبي اسأل المريض انت بتاخد ادوية ايه لو قالك باخد نانسايد يبقى الازمة اللي عنده دي بسبب نانسايد بدل ما انت هتسيبه يقعد ياخد النانسايد وعملت دي له بخخاء ويقولك انا مبرسحش وتعبان واش عارف ايه بتاع يا جماعة لو في حاجة لها سبب يلازم نعالج السبب احد الازباب اهو شفته النانسايد وقتها بيسموها أزبرن انديوز دي أزمة أزبرن انديوز دي أزمة شطار يا حلوين تماما خلاص نكمل بقى قصر وبالتالي هل بقى دلوقتي حد عنده اعتراض لما اقولك ان الكورتيزون بيساعد في علاج البرونكا لازمة اه طبعا يا دكتور ده بيوقف الطريق من اقوله خاضر ده بيوقف تصنيع الليكوتراينز بس مش بشكل مباشر من بدري بدري ولا الليكوتراينز ولا اخباتها بقى ولا اي حد بقى ما اخد بالك كمان ان في الازمة ممكن كمان مع طلوع المواد دي يحصل اديمة في البرونكا الراجل لا 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 ولا اديمة بقى ولا ولا اي حد من دول هيطلع انا هوقف لك الفيلم من اوله فالكورتيزون والكورتيكوسترويد او عيلة سيد على فكرة بتستخدم برضو في علاج الازمة انما عيلة نون سيد تسبب ازمة بسبب اللي انا عامله قدامك في الرسمة ده ان انا هوقف الطريق ده فا اجباري حروح على الطريق نحكي بقى لتحت دول تعامن نسكمهم عشان خطر ايه نبقى خلص سورومباكسين ايه تودا على جنب الواحد وخار له اسمه زيهم وله شغله زيهم بتاع التجلط طبعا لما يبقى فيه نزيف لازم اعمل فازوكونستريكشن عشان الدم ما يزيتش وطبعا الناس اللي ما حضرتش معنا فارما قبل كده فازوكونستريكشن مش هيعل الضغط هنا حجم الدم قل اصلا ما انا نزافت ما انا بلعب في مساحة وفي كمية فالدم قل فانا باعمل فازوكونستريكشن عشان الضغط ما يوطاش تمام؟ يبقى فازوكونستريكشن وبلتلت اجريكشن البروستاجلين دين اي تو بيسموها بروستا سايكل تعال بقى للتلاتة دول كده وركز معي الدي تو عكس الدي تو الدي تو عكس الدي تو الدي تو عكس الدي تو اهو فتكره ال اي يبقى بيعمل اكستوسك اهو انا دايما كنت بعملو كده الصده في الحصة يمكن الكبارها تلاقي الفسنة الخمسة فاكرين الكلام ده ال اي بيعمل اكستوسك افكت يبقى عكسه في البرونكاي بروستاجلين دين دي تو جايب اللي اتنين مع بعض الفا جايب اللي اتنين مع بعض واضح يا شباب? واضح يا حلوين? يبقى مرة اخيرة بقى سرومباكسين اتو فازو كونسريكشن بلتلت اجريجيشن. الاي تو دي اسمها بروستا سايكلين. الدي تو عكس ال اي تو وفتيك ال اي عالرحم. يبقى عالبرونكايدالاتيشن. عكس الدي تو والفا كونتركشن على الاتنين. الاكشنز الاكشنز تاعتها عشان طلع منها اليوزز. اليوزز لازم طبعا هتيجي في الامتحان كلها. فبص كده بالراحة. عالسينيس بيقللوا انه رأدنين اللي في السينيس. مش هيطلع منها حاجة. عالبلاد بلتلت انتي بلتلت. مع ده السرومباكسين اتو طبعا. السائلين ان الراجل ده بيساعد في التجلد. كلهم بيدد التجلد مع ده بيساعد في التجلد. عالبلاد بيعملوا فازو دايلاتيشن او زي السرومباكسين اتو في ناس برونكو دايلاتيشن السائلين فوق. عالكيليا بيطلعوا رينين ويزاودوا. هباتك هما للكبد من الاكسادة والديتوكسي فيكيشن. ميتابوليك بيزاودوا الجلوكوز والولايبوليس. عالجي ايتي سايتو بروتكت. عالامينوتي بيقللوا المناعة. عالاندوكراين بيزاودوا الافرازات الاندوكراين. عالاي بيقللوا انتراوكولار بريش. مش هتسأل في عارف ليه مش هتسأل في اكشنز بس الاول عشان تبقى فاهم. عشان هما فيهم ناس بتعمل اكشن. وفيهم ناس في العيلة بيعمل اكشن العكسي. فما ينفعش اقولك بيعملوا كزا او كزا. كزا او كزا. احنا بنقول اللي ظاهر اكتر. وفي الاخر اليوزيس هتبين لك هو ايه اللي ممكن استخدامه. اليوزيس لازم هتتحفى الصم. اليوزيس لازم هتتحفى الصم. بيستخدموا في علاج الجلوكومة بما انهم بيقللوا انتراوكولار بريشة. عيلة البروست. هتلاقوا في اخيرهم بروست. لاناتو بروست. يناقلوا بروست. كلها في اخيرها كلمة بروست. اشهرهم لاناتو بروست. ده سؤال امتحان. ده سؤال امتحان. كل اليوزيس اسئلة امتحانات الله يبرك لكم في صحيحكم في عيلة. لاناتو بروست. كده اظن انتوا الجلوكومة ما عرفته ادوية كتير بتعالجه? يبقى كان عندك في البرس كان عندك الالفا كان عندك البيتا تو بلوكر تيمو لو فاكرين تيمو بتاع العين ونزل على اليوتيوب اللي ما شوفوش الحصة بتاعت البيتا بلوكرز يا حلوين. ودي واحد كمان اهو بروستا جلمدي. يستخدمه في علاج عشان ودي قلناها قبل كده امبوتنس ده نشاهدة بينسية بنحاول نزود الدم. طبعا كان زي عيلة السلدنافيل والتادالافيل والحاجات اللي خدناها برضو في الحصة بتاعت الالفا بروكرز. مثلا بريفرال ديز بيست liaison في علاج البريفرال في lickerte ديز قلناها الف مرة ده محتاجين له فازو ديلاتيشن عشان ما وصلش دم الاطراف. البروستاديل البروستاديل بتحط انترافينس انفوش متحط في المحلول. يبقى اللي بيعالج Luna لا ناتو بروست اخره بروستا جلاندي الجنديل البريفرال في بروستا ديز في بروستا برضو مينترافيل المونرة بتنسوشا. بل مهم قوي في الامتحان. ايه ببروستينول? ايه ببروستينول? يستخدمه في عشان بيقللوا المناعة. عشان لفظ العضل. يستخدمه في البرونكا الازمة بس محدش بيحبه. ما بنوجه عشد مرض. في طبعا ميزو بروستول هو ميزو اه بس راجل الاول. لا الدواء ده لازم تكونوا عارفينه. اسمه في صيدلية ميزوتاك. لان الراجل ده كمان بيعمل اكسيتوسيك افكت. بيستخدموه في الاجهاض. طبعا مفروض الاجهاض الشرعي اللي في المستشفى اللي في خطر في الجنين او الام. انما طبعا بيستخدموه بره برضو في الاجهاض الغير شرعي. اسمه ميزو تاك. خلاص? بفتكة في البيبتك ألسر ميزو بروستول. ايه ببروستينول بالمونرا هيبرتينشن. البروستاديل بوريفرال فاسكورال دزيز لاناتو بروستو جلوكوم. هنحل يبقى القصة متاحة. سيتوكاينز يا جماعة وطبعا خدنا لهم في اول القصة خالص. اللي كانوا على السهم زي التون بيوقف فايب لايب اكسوجينيز انزايم زي في الو الكوستو منتو الكوستو هم مكتوبين بيوقفوا في واحد اسمه بيوقف باردول فور بيستخدموه في طبعا ما تقالوش في المحاضرة بس قدنا ايه? قلناهم برضو عشان ايه? لو تزودوا ولا اي حاجة ولا جوم في الموضوع صحيح. خلاص يا شبابنا? اتمنى ان يكون الموضوع سهل. هنرجعه في الحسة بقى بتحفيز. بالاسكمات اللي احنا الخفيفة اللي احنا قلناها دي. هنتكر بقى على الاسكمات ونحفظها مقطصة تبقى سهلة خاصة. شبطر كامل اهو اظن الموضوع ان شاء الله سهل وما فوتناش فيه اي حاجة. اللي محتاج اي حاجة يكلمني في اي وقت. واشوفكم على خير بعد العيد بازم المولا عزا والله.